الموضوع برضو المتصدر التريند النهاردة عايز اعزي الوسط الطبي والفني في وفاة الدكتور سمير الملة الدكتور سمير الملة واحد حقيقة من الطباء الحكماء الفنانين ده كان أستاذ مخه وأعصاب هاتون صورته يا شباب كان معايا في عضوية مجلس إدارة جمعية فناني وإعلامي وكتاب الجيزة الجمعية دي أسسها الله رحمه محمود ياسين وأنا كنت أظهر عضو مجلس إدارة فيها ولازلت وكان سمير الملة عضو معانا باعتباره فنان ممثل وكاتب ده كان مجموعة مواهب سمير الملة ده مجموعة مواهب بصراحة هو مات مبارح أو أول مبارح بالليل بدفن مبارح أهو وتفتكروا أهو ناس كتير ما تعرفش أنه أستاذ كبير في المخه والأعصاب وكان أستاذ في الطب الأسر عيني وعنده كذا عيادة أكثر من عيادة منها عيادة ده باللوق دي كانت الناس فيها طوابير أنا شفت ده بعيني لما مرة رحت أودي له حالة وما كانش بياخد فلوس من الفقرة وكان يقول للسكرتير بتاعه برة لما تشوف حد حاله من شكله كده غلبان ما تاخدش منه فلوس وأنا أشهد أنه خلال مثلا أقول مسيرة هذا الرجل العظيم الدكتور سمير الملة تقريبا خمسين ويمكن سبعين في المئة من الحالات اللي كان بيعالجها لم يكن يتقضى منها مليم أنا بقول ده رسالة للأطباء اللي بيتباحوا المرضى طبعا في أطباء خيرين كتير ربنا يجازيهم ويكثر من أمثالهم لكن في أطباء جزارين بيتباحوا المرضى وما بيرحموش وده ملف يعني فضيع جدا إيه اللي الضمير الطبيب ده اللي أنا بنتكلم عن ملك الرحمة سمير الملة كان ملك رحمة الله يرحمه ده واحد من اللي أنا عشرتهم شخصيا وأشهد أنه كان يعني ده ملك يمشي على الأرض بجد والله العظيم أنا شفت ده بعين ورحتوله بناس غلبانة وكان بيعالجهم ببلاش وكان فنان ومثقف وكاتب وكان يخش مع المنتج محسن عالم الدين في حوارات وأنا قعد أستمتع لأن الاثنين عندهم ذكرات كتير في أفلام زمان والأجيال الأديمة وشهدوا العصور الزهبية للسينما والفن المصري الله يرحمه دكتور سمير الملة